اشتركوا في القناة مملكة البحرين وأبناؤها من كفاءات وخبرات متميزة لتولي مختلف المسئوليات والمناصب الدولية الرفيعة وهو إحدى مخرجات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي رسخ مكانة البحرين على كافة المستويات العربية والإقليبية والدولية وثمنا رئيس مجلس النواب المصري الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في نصرة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية مشددا على أن الأولوية الحالية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة العربية يجب أن تكون لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك من جانبه استعرض رئيس البرلمان العربي الملامح الرئيسية لخطة العمل الجديدة للبرلمان العربي مشيرا إلى إنشاء مركز للدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي في إطار توجه البرلمان نحو تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية خدمة لقضايا الأمة العربية اشتركوا في القناة